وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك بعد هذا المؤتمر الصحفي الهام لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل ربما بعد هذا المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الملفات الهام والحيوية التي تمث بالطبع الشارع المصري وربما أيضا تحدث عن النمو الاقتصادي الخاص بالدولة المصرية وأيضا الناتج المحلي ونسب تطور الناتج المحلي ومقارنتها بالطبع بالأسواق العالمية والتضخم العالمي وتأثيره على السوق المصري وعلى الناتج المحلي ربما الأهم هو النمو الاقتصادي خلال الربع المالي الثاني ربما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن تحقيق نسبة 8.3 من 10 وهذا فيما يخص الربع الثاني من السنة المالية وهذا ربما رقم خاص جدا خصوصا في ظل تداعيات فيروس كورونا التي لم تؤثر على مصر فقط ولكن على العالم أجمع كان هناك خطة استراتيجية خاصة بمجلس الوزراء لوضع نسبة معينة على ألا تتخطاها أو ألا تنقص عنها ربما نسبة النمو في العام المالي وهي تقريبا 7% ولكن ربما وصلنا لهذه النسبة وتخطيناها وهي 8.3 على أن تستمر إن شاء الله في الربع الثالث والرابع لتصم نسبة النمو مقارنة بالعام الماضي إلى 9% وهي أيضا نسبة هامة جدا مقارنة باقتصادات الدول العالمية الكبرى يعني ربما تمت المقارنة بدول كبيرة مثل الصين وأيضا دول اقتصادية كبيرة مثل الصين والوليات المتحدة الأمريكية ولكن كان هناك أيضا نقاط هامة وهي الأمور التي تمس الشارع المصري بشكل مباشر مثل أسعار البترول ومثل أسعار الخوز وتحدث عن أن الزيادة العالمية في أسعار الوقود ربما وصلت لـ 54% عالميا ولكن على السوق المصري ربما لم تزيد عن 13% وهي أيضا متعلقة باللجنة التي يتم انعقاضها كل ثلاثة أشهر لتحدد السعر الذي سيكون عليه سعر الوقود في مصر ولكن أيضا تحدث عن هذه المعادلة التي من المفترض أن تتوازن مع السعر العالمي والسعر المصري بدون التأثير على حركة نقل الوضائع وحركة نقل المنتجات والتي تتأثر بشكل أساسي بأسعار السولار لذلك أسعار السولار ربما يتم يعني محاسبتها أو تفبيتها على قدر الإمكان ويتم تأويد هذه النسبة بالمنتجات الأخرى في محاولة بالطبع للتخفيف على كاهل المواطن على قدر المستطاع ولكن أيضا أكد على أن المشاركة هي مشاركة ما بين المواطن والحكومة ولكن بما يتعلق أيضا بالخبز وأيضا ارتفاع أسعار القمح العالمية وربما سعر طن القمح كان 287 دولار من قبل ووصل خلال التضخم العالمي إلى أكثر من 300 دولار لطن ربما 390 دولار تقريبا هو ارتفاع كبير جدا في سعر القمح وخصوصا بعد تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية وأننا نستورد تقريبا ثلث استهلاكنا من القمح من روسيا وأوكرانيا وهذا هو تأثير كبير ولكن بالطبع نتحدث أيضا عن كيفية تفادي هذه المشاكل التي من الوارد أن تحدث وهو بالطبع عن طريق التخزين ووضع الخطة الاستراتيجية للتخزين ربما هناك تخزين مصري لما يقرب من 6 أشهر حتى عام للقمح وكيف يؤثر على الخبز حيث أن أسعار الخبز لم ترتفع منذ 1988 وما زال الدعم مستمر ولكن في خصوص الدعم تحدث عن رفع الدعم عن المواد البترولية إلا استوانات البتجاز التي لم يتمس فيها الدعم برغم الغلاء الذي أيضا مس هذه الفئة من المستخدمين لأستوانات البتجاز ولكن دعم الدولة مازال مستمر في هذه النقطة هناك أيضا عدة نقاط أخرى ربما تحدث أيضا عن نسب التضخم حسب الجهاز المركزي للمحاسبات والتي وصلت لنسبة 8% ولكن أيضا هي مقارنة بالنسب العالمية ومقارنة بالدول الكبرى التي وصلت لـ 11% و 12% إذن فهي نسبة جيدة جدا مقارنة بعد عام كورونا الذي أثر بشكل سلبي كبير جدا على دول العالم ولكن مصر كان لها بالطبع دور خاص خصوصا استراتيجية الحكومة فيه وحاولة صد هذا الغلاء المتوقع من التضخم أيضا إذا تحدثنا عن فكرة الارتفاع الأسعار تحدثت عن السكر ارتفع عالميا أكثر من 30% ولكن في مصر 14% وهي إجراءات كبيرة جدا يعني تتحدث عنها الحكومة خلال الفترة السابقة وأرقام ربما تساعد على جذب الاستثمار الخارجي هنا لمصر نعم كريم بيبرس من مقر مجلس الوزراء بالحياة الحكومة والعاصمة الإدارية الجديدة شكرا جزيلا لك